تلقى الرئيس عبدالفتاح أسيسي اليوم انتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوربي تشارل مشال وقال المتحدث باسم رئاسة البمهورية إن الاتصال تناول عددا من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي على رأسها تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تبعها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان وضف متحدث الرئاسة رئيس أسيسي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها وعرض مستجدات الجهود التي تطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن على أطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليمية ودولية وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المصار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتجاه عدة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق